احلز مننا محمد توفيق مرة تانية ولقاء مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي من جديد بتواصل معك كابتن ايمن عقب انتهاء مباراة الاهلي والهلاي السوداني وفوز كبير 3-0 للنادي الاهلي وصعود لدور الثمانية دور ابطال افريقيا ومعنا واحد من نجوم المباراة ولكن خارج الخطوط دوره كبير جدا مع الفريق في كل الوقات كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي الف مبروك يمكن كان زي ما تقول ده دايما عند المعادة الكبيرة وفوز كبير النهاردة مش بس يعني فوز وتأول لكن فوز كبير واستحقاق اعتقد لي معاني كبيرة جدا عندكم الحمد لله يعني واحدة من اللقاءات الصعبة في احداثها ومشورها لكن يعني من ايام 2001 واحنا نفس الكلام احنا اللي بنحط نفسنا في الوضع ده لكن في النهاية بيتحقق الهدف يعني يعني المباراة زي ما نقولت كانت صعبة جدا في تحضيرها نفسيا تحضيريا عدد كبير جدا جدا من الاهداف في اول 7-8 دقائق كان ممكن يريحك لكن المباراة لحد 2-0 انت قعد الآن يعني الواحد بدأ يفرح بشكل كبير او بعد الهدف الثالث لانه اتذكرت يا حي 2-1 تطلعك بر يعني الحمد لله الهدف تحققه هنشوف يوم 5 هنقع مع مين في الورعة لكن الحمد لله المرحلة خلست يعني خلينا نقفل صفحتها ونخش الدور يوم 5 مع المحلة ويوم 10 وفين الكاس مع بيرومتز احلى ما في اللقاء النهاردة هي الشكل الجماهيري والحضور الجماهيري وحشونة جدا الاستاذ بقاله كتير جدا كمباراة للاهلي طبعا كانت موجودة في المنتخد في مرات السنغال لكن الاهلي بالشكل العظيم ده بالانضباط الرائع ده بالتشجيع الفضيع ده يعني من السعر بقى الناس فطرت هنا يعني على ثقف رئها وعلى حب الناديها يعني فبشكرهم جدا وانشار رحمة اللي جايب أحسن بزي اللعبين في ظل هزول الظروف الصعبة وممكن الجماهير كانت عند الموعد وعملت العلاو كانت موجودة زي ما حالك قلت من بدر جدا اللعبين خاصة هنا فيه لعبين كتير اول مرة لعبوا قدام الجمهور ده كله كانتوا معهم قلتونهم ايه وتقولي اللعيب النهاردة الرجال اقول لهم يعني هو واحدة بتمثل صورة من صور الاهلي يعني انت عشان تلعب في الاهلي لازم تكون عندك الشخصية والتفكير والعقلية اللي تعرف كويس او انت بتلعب فين بتلبس تشيرتي مين مين اللي وراك مين اللي الناس اللي موجودة يعني مدر يعني من يوم 18 من مباراتنا بعد مباراتنا من قطن كانت 17 وبعدين مبارات ساندونز مع الهلال يوم 18 ما بمشيش في مكان ما بتخشش اي حتة او بتاكل في اي مطعم او ماشي في الطريق او في اي حتة يعني غيره الناس بتكلمك على مبارات الهلال اعتقد ده بيتنقل على طول للعيب عشان كده اي العيب بيجي النادي الاهل اللي لازم يكون عنده العقلية اللي تستوع بالضغوط اللي موجودة دا تيها تنقلها ضغوط ايجابية ودفع بالنسبة لك وحافظ ان هو يزوقك الليمانية لقد الله بيبقى عامل سلبي بالنسبة لك وده درش تستحمله فلازم عشان تبقى في النادي الاهل تبقى عارف كويس اوي حجم الجماهرية اللي كانت موجودة ودي واحدة من الصور البسيطة جدا اعتقد لو الدنيا كويسة ودي خطوة كويسة اوي اوي الحمد لله ان اتخذت النهاردة شعر حمال اللي جاي بقى احسن بإذن الله هتستثمروا الفوز النهاردة ازاي وفوز كبير بانتجة كبيرة عندنا ماتش في الدورة عايزين ناكد الصدر وبعدها على طول قدر النادي الاهل بطولة تانية على طول وكاس مصر يوم عشرة ايما فيش عشر تيام على طول هتستثمروا الفوز النهاردة ازاي واتقول اللعيب اقول لهم خلاص يعني من بكرة بتقفل الصفحة احنا عندنا تمرين بكرة على طول هنخش للدورة بطولة محلية وبعد كده بطولة الكاس يوم عشرة يعني الكلام دايما في اللي فات اعتقد ان هو مش عايز اقول بداع وقت الكلام في اللي فات هي حاجة رصيد بتحتاجه لما تجبر شوية في السن وتبدأ تحكي للناس يعني لكن دلوقتي هو اليوم بيومه المباراة بتاعة النهاردة هي مباراة النهاردة مباراة بكرة هي مباراة بكرة الاسبوع اللي جاي هي مباراة الاسبوع اللي جاي كل مباراة لها دوافحها عشان تبقى انسان ناجح لازم تبقى عارف كويس قوي ان بكرة خلاص لازم استعدله النهاردة راح بكل ما فيه او مبارح راح بكل ما فيه عشان تبقى انسان ناجح لازم تفكر في بكرة عمل ازاي بكرة مباراة المحلة يعني اعتقد الاستعداد لها هو ده التفكير وهو دي الحاجة اللي جابية اللي ممكن نتكلم فيها اخيرا رمضان والذكرات خاصة مع كابتن سيد ودائما في دور ابطالة افريقيا في رمضان شعر باركة طبعا وسعادة وخير يا رب على الامة الاسلامية ومصر تحديدا يا رب بإذن الله يعني الحمد لله رب عمين جون التراجد عايش عليا كابتن ايمن دا كان اللي كان مع كابتن سرعف دا حفيز مدير الكرة فرحة كبيرة جدا هنا الجمهير النادي الاهلي زي ما قلت لك قبل المطشة يا كابتن ايمن بتعزف سمفونية كبيرة جدا الحمد لله زي ما قلنا الحمد لله تكللت بالنجاح وفوز النادي الاهلي بنتيجة 3-0 في المباراة كبيرة جدا أثبتت قدر النادي الاهلي وقومة النادي الاهلي ألف أبروك لحضرتك لديوفك وكل جميع النادي الاهلي في كل مكان الكلمة يا كابتن ايمن اتفضل